بعد تسع سنوات من الثورة ما الذي تبقى من ثورة فبراير؟ كيف اتسعت قائمة الخصوم محليا ودوليا؟ وكيف انقلب عليها من جاءت بهم الثورة إلى موقع المسؤولية؟ وهل حصلت أي مراجعة في مسار الثورة خلال تسع سنوات من اندلاعها؟ أهلا بكم وفبراير مجهد مشاهدين الكرام ثورة شعبية سلمية امتدت من صنعاء إلى عدن ومن تعز إلى حضر موت إلى الحديد وشبوة وحجة وعموم البلاد ثورة شعبية عبرت اليمن من جميع اتجاهاته وعبرت عن أحلام أبنائه وتطلعاتهم في العيش الحر والكريم قال الشعب يسقط نظام الفساد والشعب يريد بناء يمن جديد فقال صالح ومعاونيه أنا ومن بعد الطوفان وهو ما كان تسع سنوات حصل خلالها الانقلاب والحرب والتدخل الخارجي وبرزت فيها المشاريع اللاوطنية كلها دون استثناء أما من جهة شباب الثورة فقد تحول بعضهم من النضال السلمي إلى الكفاح المسلح بعد انقلاب ميليشيا الحوث الكهنوتي بينما تركوا ميدان السياسة لمن جاءت بهم الثورة وأفسدوا فيها أكثر مما أصلحوا وسط هذه الأحداث والتقلبات أين هم اليوم شباب فبراير وأين هي كيانات الثورة التي يفترض أنها خرجت من رحمها وخطت مسارا سياسيا ووطنيا جديدا مختلفا عن مسار القوى التقليدية وما موقف فبراير من التهديدات الجديدة اليوم في ظل عبث الحوثيين والسعودية والإمارات بالبلد ومحاولة تقسيمها وتمزيقها أعزان المشاهدين المساء اليمني واصلوا فتح ملف فبراير وفي هذه الليلة عن مراجعات الثورة وإن نجحت وإن أخفقت مع أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري رحل صالح ولكن ماذا بعد رحيله؟ سؤال يشغل بال الثورة وخصومهم معا فيما يضع شباب الثورة أهدافها نصب عيونهم ويحرسون مبادئها بجمرات قلوبهم يذهب خصوم الثورة لإلقاء اللوم كل اللوم على شبابها تسع سنوات التقت فيها أحقاد الثورات المضادة وتحالفت معها مخاوف الإقليم لوأد هذا المولود المختلف عنهم والذي ملأ قصورهم رعبا من رياح التغيير قال المشككون بالثورة كانت مجرد انفعال غاضب وصموا آدانهم أغمضوا أعينهم عن سلمية الثورة ومقاصبها النبيلة بل وذهبوا لنيل منها وهتفوا أنتم من أدخلتم الحوثي إلى ساحات الثورة فيرد شباب الثورة دخل الحوثيون ساحة التغيير بصنعاء تحت لافتة السلمية ونداء التغيير وإن بيتوا سوء النوايا لكنهم دخلوا وفق قانون الثورة لقانون العصابات والتزموا بميثاقها الأخلاقي حيث لا سلاح ولا عنف أو هكذا بدى لهم لكن صالح سلمهم دولة وسلاحا ظل يجمعه طيلة ثلاثين عاما ليحاربوا به اليمنيين لسنوات طويلة وأدخلهم العاصمة فوق الدبابة وتحت غبار الحرب نيكاية بالثورة ومحاولة لإجهابها لكن الحوثيين الذين انتصروا بصالح على إرادة الشعب سرعان منتصروا عليه ودفع ثمن خيانته تسع سنوات من دلعها يقول المؤمنون بها أن لا ثورة تتحقق بين عشية وضحاها ولنا في ثورات العالم شواهد كثيرة تسع سنوات تمحس الثورة وتنقيها من شوائب الثورات المضادة والمستترين في شعارات الثورة تسع سنوات تكشفت خلالها الكثير من الأقنعة وسقطت وجوه وعريت المواقف حتى أولئك الذين ركبوا موجة الثورة بحثا عن مصالحهم لا مصلحة الشعب وثاروا من أجل السلطة لا من أجل الوطن لكنها تسع سنوات تقيلة حتى على ثوار أنفسهم أيضا إذ يمضي فيها رفاق الثورة من شتات لآخر في داخل البلاد وخارجها يخوضون معاركهم الوجودية على كل الجبهات دون حامل سياسي لمشروعهم الكبير وقد باتت الأحزاب والشرعية الانتقالية التي كان يفترض بها أن تكون جسر العبور نحو مشروع الثورة تثقل خطاهم وأحلامهم كان وصول هادي إلى السلطة نكسة حقيقية للثورة رغم أحاديثه المتكررة عن التغيير وعن اليمن الاتحادي لكن لا شيء تغير فما كشفته سياسة إدارته للبلاد تؤكد تخليه عن إرادة الشعب وعدم الاقتراث لوجودهم وتطلعاتهم تسع سنوات من النضال السلمي والكفاح المسلح ضد الثورة المضادة حصرت خلالها المقاومة وكبل الجيش وصودر عزم اليمنيين في الدفاع عن بلدهم نتيجة ذهول الشرعية في الرياض وتحولها إلى حقل تجارب للأنظمة الطارئة ترتفع النداءات مطالبة بتحول الثورة إلى كتلة وطنية أو كيان سياسي يعبر عن الثورة ويلملم حلم اليمنيين يعيش اليمنيون اليوم مأزقا كبيرا الشرعية باتت غير قادرة على إدارة ملفات التحرير والأحزاب مصابة بانتكاسة حقيقية والثورة تم تحميلها كل الكوارث التي تشهدها البلاد والميليشيات تخوض معارك الاستحواد والسيطرة ولا سلام معها إلا وفق منطقها هي فهل يمكن القوى فبراير اليوم إعادة الاحتبار لفعلها التوري وإثبات حضورها السياسي؟ إذن مشاهدين الكرام في هذه الحلقة أرحب بكم وأرحب بضيفي العزيز الدكتور محمد الظاهري أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعا مساء الخير دكتور محمد مساء النور أستاذ آسيا أهلا بك وفبراير مجيد وكل عام وأنت بخير كل عام وأنت وشباب فبراير بخير وعافية أهلا بك دكتور إذن كونك أحد أوائل ثوار فبراير وأحد جرحاها أيضا كيف ترى مآل فبراير اليوم؟ نعم قبل الحديث عن المآل أود هنا ألتقي مع تقريركم وأقول في هذا السياق أن رغم أن شباب فبراير والقوى الثورية أرادت أن يوجدوا وطن يمني جديد لكن في إطار التوصيف لثورة فبراير ونحن الآن في الذكرى التاسعة استطيعنا أقول أن الثورة قد توارت وإن كان إلى حين وحضر الثأر بدلاً عنها لدينا في اليمن على سبيل المثال كنا ننشد وطن خالي من الفساد والاستبداد لكن للأسف حضرت إشكاليات عديدة منها أن لدينا ثائرون وثائرات ولم تكن لدينا أحزاب ثورية حاملة للمشروع حاملة للمشروع وبالتالي نحن نقول عادةً عندما ينتشر الظلم والفساد والاستبداد تحضر الثورة ويحضر التغيير وهذا ما حدث في بداية ثورة فبراير لكن أقولها بوضوح وفي إطار نقد الذات لا جلدها أن الثورة قد حصرت داخلياً في ظل وجود مستبدين وفاسدين وخارجياً إقليمياً ودولياً في ظل وجود قوى ترى أن وجود ثورة في اليمن ليس بمصلحتها رغم أنني لا أمي بنظرية المؤامرة لأن المؤامرة هي عبارة عن بدهية لا تحتاج إلى تغيير لكن بالفعل للأسف الآن لدينا محبطون ومحبطات ونحن نريد في هذا السياق في إطار حديثة المناسبة نقول أن عندما يحضر الظلم والفساد والاستبداد تحضر الثورة وفي هذا السياق وأكد على أن ثوار فبراير قد أبلو بلاء حسناً وأن في هذه المرحلة صحيح أن اليمن تعيش الآن في ظل اقتتال داخلي وعدوان خارجي لكن في النهاية ستنتصر إرادة الشعوب ونحن جزء من هذه الشعوب طيب أنت بتقول أن الثوار كانوا نجحوا أبلوا بلاء حسناً هناك من يحملهم مسؤولية كل ما حدث للبلد دكتور كيف يمكن أرد عليهم؟ متأكد في كل عام تستمع لكل الخطابات التي ضد الثورة والتي تحمل للشباب ما حدث؟ نحن نقول في حديث المناسبات أعتقد تعريفنا الجراء لها أنه في إطار الحديث عن الانتصارات لابد أن يتم في مقابل الحديث عن الإخفاقات أقول بوضوح أن كان لدينا شباب مشبع بالثورية خاصة في إطار مثلاً من بداية الثورة كنا نرفع شعارات إرحل وإسقاط النظام لكن أقول بحزن شديد أن الثكافة اليمنية السائدة ثكافة غير ثورية كما أن الحامل السياسي لها لم يكن مهيئاً لإنجاح ثورة وإنما لإصلاح سياسي وفي علم الثورات الثورات تحتاج إلى تضحية وفداء ولا يمكن أن تنجز الثورة بكلفة إصلاح سياسي وهذه من أهم مواطن ضعف الثورة الفبرايرية إنجاز التعبير وبالتالي لا يمكن أن نحن نقول حتى في العلوم السياسية لا يمكن أن نحدد وجود ظاهرة هنا مثلاً ثورة فبراير بعامل واحد لا بد أن تتحدد العوامل ما هي هذه العوامل؟ من ضمن العوامل على سبيل المثال مثلاً أحزاب اللكاء المشترك وهي الأحزاب يفترض أنها كانت حاملة للثورة وأقول هنا بوضوح شديد في إطار كما قلت نقدر ذات وليس جلدها أن أحزاب اللكاء المشترك في ثلاثة فبراير أذكره قد شاركت مع اللكاء المشترك بإعتبار أن أنا شركاء في المشترك بهبة شعبية في ثلاثة فبراير لكن هذه الهبة لم تكن مهيئة لإحداث ثورة وإنما كانت بهدف إصلاح سياسي جزئي ونحن في علم الثورات وفي العلوم السياسي نقول ثم تفرق بين الثورة وبين الإصلاح الثورة تغيير جذري سياسيا وإقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بينما الإصلاح السياسي هو تغيير جزئي محدود في إطار النظام السائد للأسف إذن الإشكالية هنا أنه تم التعامل مع الثورة بكلفة إصلاح سياسي والأخطر أيضا أن حزاب اللكاء المشترك كقيادات لم تكن ثورية كان لديه صحيح أن من أهم سمات الشباب اليمني أن الحزبية في اليمن استطاعت أن إنجاز التعبير ترسي بعض القيم لكن قد غابت عنها كثير من الوظائف والمهام من أهمها كما قلت أن كانوا يتعاملون مع حاكم مستبد في إطار وضع فاسد في إطار ما عرفه بجلب المصلحة أو درء المفسدة مقدمون على جلب المصلحة هذا في الثورات لن يتحقق الثورات مهرها غالي ولها ضريبة وثمن للأسف الشباب دفعوا الثمن والمهر ولكن ما زلت على قناعة أن من أهم مواطن عدم اكتمال ثورة سبراير أن القيادات الحزبية لم تكن مهيئة لدفع الثمن ولدفع ضريبة التغيير أو حدوث الثورة نعم إذن يعني النقطة التي شعرت بأن المسار انحرف إلى تعديل سياسي وليس ثورة أين كان بالضبط؟ كان لدينا مساران المسار الأول هو المسار الثوري كنا نتحدث عن مسيرات ثورية شعار إرحل إسقاط النظام هذا على مستوى الشباب ومستوى كثير من القوى ما فيها حتى بعض شباب القبالي أنا أذكر عندما كنت في ساحة التغيير عن جامعة الصناعة كان حتى كثير من ما يسمى بالحداثين يتحدثون عن البنية الكبلية أنها خطر وأنها معيقة لكن في الواقع شاهدت كثير من الشباب القبلي يدخلون يلتزمون بالتفتيش على مداخل الساحات يتحدثون عن ضرورة التغيير فللأسف أعتقد أقول بكل وضوح أن الشباب كانوا يسعون إلى إحداث الثورة وكانوا مهيئي لدفعات كمان وقد دفعوا بالفعل لكن أقول بوضوح أن أحزاب اللكاء المشترك وأنا قد طالبتها في هذا السياق أن تنتقل من اللكاء المشترك إلى البكاء المشترك ولكن للأسف كانوا أقرب إلى الفناء المشترك وبالتالي هنا نقول عادة وأنا هنا استقرأ أن تقال الثوراتنا اليمنية هي ثورات غير مكتملة ولا أود أن أستخدم كلمة مجهضة لأن حديث المناسبة لا يستوعب في هذا السياق لكن ما زلت أؤكد على أن شباب فبراير قد أبلوا بلاء حسنا وأنه عندما نحن كما تذكرين أستاذ آسيا رفع الشباب ونحن معهم يعني سلمية سلمية أنا أذكر أنني وزعت ستة أقلام على من كانوا يأتون لاقتحام القاعات وفي مسيراتنا نقول سلمية وبعد أن تم قتل كثير من شبابنا واستشهد كثير من الشباب في الواقع طالبت أن تكون ثورتنا الفبرايرية تكون مجهزة التعامل المسلحة تدفع عن نفسها في هذا الطرق لكن البيئة اليمنية بيئة للأسف طاردة للسلمية هي أقرب للأسف لضرورة وجود حارس سموه ما تشون حامل الأخطر أن الثورة اليمنية قد وجدت في بيئة غير ثورية أنا أتحدث هنا عن البيئة الإقليمية وبشكل واضح عن الجار السعودي ثم نفاجأ بالجار الإماراتي يعني في هذا السياق إذن بالتالي الثورة يعني الشباب للأسف أولا الشباب لا يمكن الحديث عن شباب الثورة أنهم كتلة مصمتة الشباب متعدد هناك شباب ثائر حزبي وهناك شباب مستقلون وفي هذا السياق أستطيع أن أقول اللقاء المشترك كان له سطوة على كثير من شبابه تحديدا وبالتالي في هذا السياق أقول أن من جعل ثورة فبراير غير مكتملة أنا أحمل المسؤولة كداء أحزاب اللقاء المشترك التي كانت غير مهيئة لا نفسياً ولا عدادياً أن تقوم بثورة لأنه لم يكن مطمحها إيجاد ثورة بكلفة إصلاح سياسي نعم إذن محلياً يعني يمكن القول أحزاب اللقاء المشترك أيضاً الثورة المضادة التي صنعها عفاش بما بعد ذلك الإقليم يعني تعددت كثير من العوامل ضد سلمية الشباب وفكرتهم النبي الأهل كانوا قادرين على مجابهة كل ذلك؟ أعتقد أن مشكلة ثورتنا أنه عندما أعطي المجرم الحصانة وعندما تدثر ما يسمى بالمبادرة الخليجية وآلية التنفيذية كان شبابنا يمر مسيرات وشاركنا فيها وكنا مصررين على أن ندفع ضريبة التغيير أو ضريبة الثورة كاملة ولكن للأسف كما قلت بمنى عن نظرية المؤامرة كان الخارجي الإقليمي والدولي كان قريب من ثورتنا أكثر مما ينبغي وهذا مما ساعد أن تظهر الثورة المضادة وأن يحصل نوع من التعانق بين ما نستطيع أن نقول الثورة المضادة في إقليمنا وأنا أتحدث هنا عن الإقليم الكريم الخليجي وأيضا في إطار عدم رغبة القوى الدولية وفي مقدمتها لولايات المتحدة الأمريكية إذن هنا نستطيع أن نقول أن الشباب لم يكنوا يمتلكوا الخبر الكافية من جهة كانوا كما قلت مشبعون بالطهر الثوري وبالمقابل أيضا لم تكن هذه القيادات مؤحلة لأن تقود هذا التغيير في الواقع أقول بحزن شديد أذكر أنه بدأت لا يتجاوز 25 من شباب في هبة في 3 فبراير لكن بعد أن انتشروا وحضر الشباب والشابات هنا يعني كانوا يسعون لإنجاز الثورة لكن أقول بحزن شديد أن الواقع المعاش وإنجاز التعبير ما يحدث في اليمن لم يكن مهيئ لإنجاح ثورة لأن حتى كثير من القيادات والبيئة المحيطة بنا لم تكن مهيئة لقيام هذه الثورة أعتقد المبادرة الخليجية قد جاءت لإفراغ الثورة اليمنية من مدلولها وأولئك الذين هللوا للمبادرة الخليجية وآلة التنفيذية يعني للأسف على سبيل المثال أنا أسمع كثيرا وسمعت كثيرا أن الرئيس هادي كان من يعني من روافد الثورة أو من جاءت الثورة وأقول بكل وضوء هادي هو محصلة لتعانق استداد سياسي في الداخل ويعني أقصد نوع من مخططات إقليمية ودولية في هذا السياس وربما أنها نجحت هذه المخططات يعني لما حدث في البلاد يعني أثبت هادي بأنه كان يعني الخيار الأمثل لصالح في هذه النحلة هادي للأسف يقال أن الأسماء تعلّل الأسماء تعلّل هادي كان هادي أكثر مما ينبغي وأذكر وأنا قادم من صنعة وشبابي الثورة الموجودين هناك أو زملائي وزميلاتي عضاهاي التدريس ومساعدين في جامعة الصنعة وكثير من الجامعات يتضورون جوعا خاطبت هادي قلت يا هادي أنت في الرياض لاجئ في الرياض وتتقضى مرتبا ونحن وكثير من شعبنا اليمني يتضوروا جوعا أرئيس أنت؟ بالتالي هادي وأنا هنا أتحدث في سياق ما يسمى الشرعية أعتقد أن نحن نحتاج إلى إعادة توصيف لمفهوم الشرعية الشرعية تحولت إلى شر وتبعية تحديدا نعم إذن دكتور اسمح لنا فقط أن نذهب لمشاهدة آراء حول الذكرى التاسعة لثورة فبراير إذن مشاهدين مع هذا الكلام أحس بأن هناك تعامل قاف وتعامل قاسي مع شهداء 11 فبراير تأتي تقول له إذا يسألك شهيدك متى تاريخ السشهاد أو متى السشهاد أو تقول له في 2011 أو قل لك إيش من 2011؟ أو قل لك إيش من داعش يعني يسخر منك أسرة شهيد يعني مع الأسف هذا الكلام يعني إحنا كنا نسمعه ما نؤثرش علينا إذا كان من أعداء الثورة لأنه قضوا عدو الثورة يعني لكن عندما تسمعه ممن كان زميلك أو من الذي أنطلق الشهيد من قانبه يعني في مسينة في المسيرة السلمية يعني ينطلق من قانبه شهيد في مسيرة واحدة يعني واحد يرجع والآخر يعني يسقط شهيد ويأتي هذا الثائر الذي كان يطرح نفسه ثائر اليوم ينقض على هذا الشهيد ولم تحس فيه حتى نوع من الوفاء حتى نوع من رغم العهود التي قضعوا على أنفسهم للوفاء لشهداء الثورة عهدا يا شهداء الثورة وقصبا بربك يا شهيد وأنا شهيد كثيرا كنا نسمعها وكنا نبتخر فيها لكن مع الأسف الشديد تلاحظ الآن أن هناك أناس أو أشخاص في مراكز القرار العليا في مراكز القرار العليا الآن قبل شهر أو شهرين تلتقي بطارق عباش في مدينة المخى وفي عمار علي عبد الله صالح وفي من يسمونه بأبي محمد الإماراتي الآن الذي يقود القطاع العسكري في الساحل الغربي هؤلاء كانوا يحسبون بسم ثور علينا ومحسبون على ثورة 11 فبراير فهم اليوم أكثر من أعداء الثورة يطعنون أكثر من أعداء الثورة في الوقت الذي نحن نطالب في تحقيق العدالة في من قتلوا أبنائنا في الوقت الذي يد بعض الثور تمتد إليهم وتصابحهم وتوقف تحت صور عمار وتحت صور خارق عباش في الساحل الغربي إذن نعود إليكم مشاهدينا تعليقك دكتور على هذا الشخص الذي هو قصة من قصص فبراير وبما لخص مأساة ما يحدث حقيقة هذا الدمع الذي شاهدته ليس صحيحا أن الرجال لا يبكون أعتقد أن الرجال يبكون لأنه حالة القهر وصلت به كان لدينا ما نسمي ثور التوقعات من ثورة فبراير وكثير الانتهاجيون الذين يصطون على الثورات كثر وهناك من يتدثر يعني برداء الثورة وهو يطعنها من الأمام ومن الخلف في هذا السياق والتالي أنا حزين مما طرحه هذا الصادق وهو يعني يعني اعتقد الألم عندما يترجم عبر دموع صادقة يعني هذا يدل على أن أنا الألم كثير أذكر عندما أصبت بجوار بعض شبابنا الذين يشهدوا أيضاً وأصيبوا طالبت قلت يعني نحتاج إلى الوفاة قبل الشفاء كثائرين وثائرات تحديداً يعني نستطيع أن نقول أن ثورة سبراير ستستمر ما بقي الظلم والفساد والاستبداد الثورات في الغالب الأعام لها كما قلت تضحيات صحيح أن أغلب ثوراتنا غير مكتملة أو أن بعضها مجهض لكن القانون العام يقول أنه كلما حضر الظلم والفساد والاستبداد يحضر الثورة للأسف في إطار مشهدنا اليماني لو لاحظت أستاذ آسيا لدينا في مناطق الشمال الشمال حركة حوثية وصلت إلى السلطة عبر البندقية سموها انكلابية سموها ما شئتم لكن نحن في العلوم السياسي نفرق نقول بين الثورة والانكلاب الحركة الحوثية الآن أيضاً تستمد قوتها ليس فقط من روافدها الداخلية والخارجية هي أيضاً تستفيد من خلال يعني مواطن ضعف ما يسمى بالشرعية هذه الشرعية المستكينة التي لا تؤدي واجبها وهي تتحدثنا عن ما يربو على ثمين ثلثم من الأراضي المحررة هذا الجانب الأول الجانب الثاني أن لدينا في الجنوب ما يسمى بالانتقالي نحن نقول بكل حزن شديد الذين جاءوا يدافعون عن مفهوم يعني الثورة وأقصد الدفاع عنها نستطيع أن نقول أنهم قد طعن الثورة والثوار طعنة نجلة لأنه عندما يأتي السعودي يحدثني عن حماية اليمن وعودة اليمن وعودة الشرعية وهو يسعى لأن يحتل بعض أراضي اليمن أو يأتي كالأقول بكل وضوح كالعدوان الإماراتي يعني يسطع على موانئ بعض موانئ اليمن ويتحدث عن تاريخ مصطنع له في إطار أرخبيل سقطرة كما تعلمين بل أنه حاول أن يعني يجنس بعض اليمنين ونسي أو تناسى أن اليمن بثقافته وحضارته لا يمكن يعني أن تختزلها يعني دويلات وفي الواقع طالت في هذا السياق من الإماراتيين تحديداً نحتاج إلى أمارات الوفاء ولا نحتاج إلى إمارات التي تسعى للسيطرة على يمننا وقد خاطبت وقلت على الإماراتيين أن يسعوا لأن يحرروا جزرهم المحتلة الآن طنوبة الصغرى وطنوبة الكبرى وأبو موسى فللأسف ما يحز في النفس أن ما يفترض منه أنه عربي شقيق يأتي يعني برداء المستعمر وهذه إشكالية مرتبطة بالبعد النفسي إذن هذه إشكالية الإقليم وربما يعني لو رأيناها بإطار سياسي كل دولة تبحث عن مصلحتها وتنفذها بالطريقة التي تريد ربما يعني لو توقفت قليلا عند حديث الأخ الذي ظهر معنا في هذا الكليب يعني هو شعر بالقهر وهو يجد من حسبوا نفسهم ثوارا أصبحوا في موقع قرار وصنع قرار وهم يصافحون أياد القتل التي امتدت بالقنص لهؤلاء الثوار وأيادهم ملطخة بدماء هؤلاء الثوار كيف تعلق على هذه النقطة؟ نعم أعتقد أن الثورة الفبراريرية استطيع أن أقول أن من أهم تحديات التي واجهتها عندما طرح مفهوم في إطار المبادرة الخليجية وفي إطار يعني إعفاء من كان بقتل كثير من اليمنيين ومارس الفساد والاستداد أعتقد أن الثورة دخلت مأزق خطير تحديداً ويعني كما قلت أنات ودموع هذا اليماني يعني الذي يشكوه أعتقد أنها وصمة عار في جيبين من يتحدثون عن إعادة الشرعية أو يتحدثون عن إيجاد يمن مستكر وبالتالي أستطيع أن أقول يعني أن اليمن الآن في مخاب شديد ورغم أنني قلت عبارة تفسيرية نحن هللنا الوحدة اليمنية وقلنا بكل وضوح رفعت شعار أنه لا وحدة مع فساد مستبداد ولا ديمقراطية مع تيزئة وتشطير ومع عدوان خارج في هذا السياق هذه هي المعدلة الأساسية الآن للأسف الوحدة اليمنية في خطر حقيقي كنا نتحدث عن وحدة في إطار التنوع فإذا نشاهد نوع من الواحدية واحدية الاستبداد والاستعمار كان يقال في أمثالنا العربية أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب وهناك أيضا ما هو حاصل أن أعمالي معكوسة في تاريخنا السياسي يعني سيد بن ذي يزين نتحدث أننا نقول أن العقدة اليزينية يعني الاستعانة بالأجنبي أو بالغريب لطرد الغريب أو الأجنبي أو ما يسميها البردوني الاستعانة بالدخيل لطرد الدخيل الآن الوضع أخطر وأعمق في إطار مكاشفة الذات الآن ما يحدث الآن في إطار التوصيف أن الأخ غدا حليفاً بل تابعاً للغريب وتحالف الأخ والقريب مع الغريب لطرد الأخ هذه الخطورة الحقيقية الآن ولهذا أذكر أنني قاطبت يعني ذوي يزين قلت له يا سيد بن ذوي يزين نحن الآن نعيش مرحلة أن أخي وابن عمي قد استعان بالغريب لتجويعي لمقاتلتي في أرضي في هذا السياق وبالتالي أستطيع أقول في هذا السياق أن مهما تفسير التأمري هذا من البطء السهل أن نتحدث عنه لكن أعتقد أن أقول بكل وضوح أن اليمنيين واليمنيات يعون الهوية اليمنية الآن مهددة وفي خطر حقيقي على سبيل المثال أنا خاطبت أهلنا في الجنوب قلنا لدينا هوية يمنية جامعة حتى في إطار التشطير كان مسمى الجنوب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية اليمن كانت حاضرة رغم الشعار الذي كان يتحدث عن الاشتراكية والعالمية في إطار التقسيم اليمن كانت موجودة الآن نتحدث في إطار التواجد الاستعماري الجديد سواء كان عربيا أو غربيا يتحدثون لن عن ما يسمى يعني ينكرون على بعض الكثير من أبناء الجنوب اليمن يتحدثون عن يعني يتبرؤون من هويتهم اليمنية ويتحدثون عن العرب ومسميات كانت في الاستعمار في خمسينيات القرن العشرين يعني ما يسمى بالجنوب العربي هذه هنا الخطورة أن الهوية اليمنية في خطر حقيقي لكن كي لا نكون أيضا محبطين أستطيع أن أقول أن اليمنيين واليمنيات كثير من اليمنيين واليمنيات والقوى السياسية عليها أن تعيد مراجعاتها وحساباتها نعم عند هذه النقطة سمح لي دكتور يعني البعض يجد أن آخر محطة لفبراير كانت مؤتمر الحوار الوطني هل ذلك تجده صحيحا؟ لا أولا في إطار مفهوم الحوار الوطني استطيع أن أقول أن اليمن يعاني من ما أسميه تزامن المتناقضات من أهم ما حدث في الحوار الوطني الحوار الوطني كانوا يتحاورون في الفنادق ويرفعون الشعارات والبرامج ولكنهم في حقيقة الأمر في إطار الثكافة التآمورية كانوا يعدون الخنادق ويجهزون لحوار البنادق وهذا ما حدث بالفعل والدليل على أن على سبيل المثال الحركة الحوثية أو الحوثيين وأنصارهم في إطار علي عبدالله الصالح تنكروا لما اتفقوا عليه في إطار الحوار الوطني ثكافة الحوار في تاريخنا لم تكن ثكافة أصيلة اليمنيون إما أنهم يتحاورون مع الأجانب والغربة كنت أتمنى أن يتحاورون في إطار الندية ولكنهم في إطار الحرب الإنابة هم أدوات للأسف في هذا السياق أو يتحاورون مع جبالهم ورواسيهم لا يتحاورون ولذالتالي لم يكن وأنا عشت بعض حلقات الحوار عندما تم تشكيل المشترك وشركاء مئة متحاور والمؤتمر وحلفاء مئة متحاور بدأنا التحاور للأسف أخت الحوار لم يكن غير مجدين لأنه يفتقد للمصداقية ما يزال في إصرار على إزاحة المسؤولية عن الذات وتحميلها للآخر لم يكن علي صالح مهيئا لكبول الحوار لأنه كان يحاكي مصر قبل ثورة يناير 25 يناير وكان هناك توقعات أو طموح لديه أنه سيتم إجهاد ثورة في هذا السياق أعتقد أننا نحتاج إلى أن الحوار يسيج بالمصداقية الحوار لم يكن صادقا بين القوى السياسية الأجنبي كان أكثر مما ينبغي أقول هنا الغريب باعتبار أن من بين جلدتنا ومن جيراننا السعوديين والإماراتيين لم يكنوا صادقين في التعامل مع ثورة يبراير وكانت تزعجهم كما هو تلاحظ الآن أو حملية الآن نتذكر ما يحث الآن وعبرا محاولة إجهاد أي تحرك ثوري أو أي مشروع ثوري بازغ في ليبيا في سوريا الآن في ما يسمى بالموجة الثانية سميها ما سأتي من حيث القسمية في العراق في لبنان يعني في السودان هناك محاولة للانقباض علىها لكن ما زلت على قناعة تامة أن على الشعوب هي التي تتحمل المسؤولية وأن الشعوب لابد أن يعني القادة هم الذين ينبغي أن يتقدموا الصفوف في هذا الإطار لا ثورة بدون قيادة مبيعات النظرية ومن أهم مواطن ضعف ثورة سبراير يعني أن الثورة الشبابية الشعبية يعني الثوار الشباب تحديداً كانوا يسعون للتغيير في ظل غياب قيادات ثورية حقيقية في الواقع أنا أذكر رغم أن الحديث عن الذات غير محبذ أذكر عندما أصبت في 18-9-2011 هل تعلمين أنني يعني قدمت استكالتي وأنا في المشفى أتعالج من رصاصتي قناص علي عبدالله صالح واستقالتي كانت يعني معللة ومسببة من أهمها يعني أن القيادة السياسية لم تعي يعني أهداف الثورة اليمنية وأن للأسف هناك حصل تعانق بين الاستبداد الداخلي والعدوان الخارجي وأن يعني القيادات الشائخة أو السلحفائية لم تستطع أن تتبين الأهداف الحقيقية لثورة إبراير الثورة إبراير أذكر أنا وأنا هنا يعني أعتزب أنني كنت من ضمن اللجنة التنظيمية الثورة إبراير يعني أعلن ستة أهداف وتسعة مطالب من ضمنها القضاء على الفرد المسيطر المستبد إلى آخره وإيجاد ثورة دولة في إطار المركزية الفاعلة أين ذهبت هذه الأهداف؟ لدينا إشكالي حقيقي نحن نجيد صنع المبادرات يعني رسم السياسات في هذا الإطار لكننا لا نكون أوفياء لبرامجنا ولرؤانا ولهذا الغربيون عندما يصنفون اليمني أو العربي يقولون إن العربية يقول وكأنه فعل لأننا لا نرفد الرؤية بالعمل وبالفاعلية في هذا الإطار ولهذا أستطيع أن أقول للأسف وهناك مقولة تفسية في غاية الأهمية يقول عندما تحضر الرؤية يضيك الشعار تضيك العبارة الوضع هنا معكوس لاحظي الرؤية غائبة بل إنها تابعة للإقليم والدولي ويرتفع الشعار وسأدل هنا بمؤشرين أو شاهدين الشاهد الأول الحركة الحوثية عندما رفعت شعارها في صرختها الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل وتتحدث عن النصر الإسلام والقتل اليهود هل تعلمين؟ وأعتقد أننا نقول كم من الأمريكيين قتلهم مثلا؟ كان القتلى كانوا يمنيين في هذا الإطار فالعبارة التسعت والشعار التسع ولكن العبارة الرؤية تضاقت بل كانت ضين شديد مثال آخر؟ مثلا على سبيل مثال يعني عرف بأنصار الشريعة في إطار القاعدة رفعوا شعار القتلى للسليبيين وإلى آخره من كان القتلى؟ كانوا يمنيين للأسف في هذا السياق فالخطورة هنا أن الوضع معكوس أن لدينا شعار وعبارة متسعة لكن للأسف الرؤية ضائقة إن لم تكن تابعة للآخر الخارجي للأسف نعم، إذن سمح لنا أيضا مرة أخرى نذهب لآراء الناس حول الذكرى التاسعة لفبراير ثورة 11 فبراير هي الأمل الذي تطلع إليه شباب اليمن ومن أجله قدموا دماءهم في الساحات من 2011 حتى اليوم وما زالوا يقدمون التضحيات حتى يحظوا بيمن يضمن لهم حياة الاستقرار والعدل والأمان هي ثورة سلمية وحلم للشباب خرج الشباب في تلك الثورة بحثا عن الحلم بحثا عن السلام بحثا عن التغيير الإيجابي ولكن بعد تسع سنوات من تلك الثورة يمكننا القول أننا اليوم نمر بمرحلة صعبة جدا تم اختطاف تلك الثورة للأسف الشديد من قبل ميليشيا الحوثي الحوثي دمرت حلم التغيير، دمرت السلام، دمرت حلم الشباب هناك شباب ما زالوا يناظلون لأجل تحقيق هذه الهدف نتمنى أن يحقق لشباب اليمن ما يطمحون إليه وأن يحظوا بيمن جديد عودة مجددة إليكم مشاهدين الكرام وإليك دكتور محمد لو تحدثنا عن المستقبل في ظل انقلاب ميليشيا الحوثي التي أتت على حلم الشباب وفبرايرهم وصاية خارجية، ميليشيا طائفية، شارعية، تابعية كما وصفتها رؤى تتبنى تقسيم البلد وتمزيقه أين موقع فبراير في كل ما يحدث؟ نعم، قبل الإجابة هنا عن السؤال لفت نظري والشباب هنا في تقريركم الأخير يتحدث عن الأمل نعم، في ظل الحديث المناسباتي نقول وأنا لي مقولة واضحة أمل وعمل وثورة قيم وكلم هذا هو الأساس في هذا السياق أعتقد أن فبراير تحديداً لا بد أن نزرع الأمل في هذا السياق تحديداً وأقول بكل وضوح في إطار التقسيمات التقسيمات في الوطن العربي ليس فقط مقتصرة على اليمن كي لا نحبط كثيراً ما طرح المشروع الشرق الأوسط الكبير الشرق الأوسط الواسع إلى آخره لكن في النهاية الخارجي لا يستطيع أن ينجح مخططاته وتأمراته في الداخل إلا بوجود مقومات ولهذا أرفع شعار حتى على حائطي مقولة تفسيرية لابن خلدون أن الطقات يجلبون الغزاء هذه حقيقة كذلك في إطار مقولة في غاية التفسيرية أن الاستعمار هو يأتي محصلة لوضع الخلد داخلي كما أقول إطار الفساد والاستبداد تحديداً وهو ما يسمى الكابلية الاستعمار ما يقول له بالنبي تحديداً مالك بالنبي يتحدث وهو مفكر جزائري راحل يقول أن الاستعمار عبارة عن بذرة صغيرة لا تزرع وتنبت وتثمر إلا في فضل وجود وضع مستبد فاسد في هذا السجل وبالتالي أستطيع أن أقول أننا لابد يعني أن نعيش على أمل ابتداء وأن فبراير أن تتجدد وأقول الربيع نعم الربيع له أشواك لا يمكن أن يزهر الربيع إلا بوجود يعني كلفة وثمن قد يتحدث البعض عن أن الخريف العربي قد يطول وكذلك الشتاء لكنها فصول لا يمكن أن يحدث نوع من المشابهة بين الثورات الإنسانية وبين فصول العام تحديداً فالربيع العربي والربيع اليمني سيستمر ويزهر بشرط أن نكون مهيئين لدفع الثمن وبشرط أيضاً أن يحدث نوع من الحضور لكل من يعانين أنا هنا في هذا اللقاء أو في هذه المناسبة أستطيع أن أقول أن اليمن أيضاً ولادة يعني رغم الإخفاقات ورغم العتمة التي نشاهدها الآن أعتقد أنه قانون الثورات يؤكد على أن اليمن فتحوا كثير من الفتوحات في كثير من بلاد الدنيا لكن علينا بنوع من تكتير الجهود يعني محاولة إيجاد ما سميته في التقرير الحامل السياسي وأنا أقول الحامل الثوري ليس بضرورة أن يكون الحامل الثوري نحن نقول حتى في علم الثورات الثورات التي كانت تتحدث عن العنف يعني الآن ما يسمى بثورات السلمية بإنجاز التعبير ثورة التغيير أرواح التي يفترض أن توجد وتالي أعتقد ما يسمى بالموجهة الثانية التي حدثت في كل من سوريا من يعني السودان ولبنان ويعني الجزائر أعتقد أنها تؤكد على أن ما كان به ثوار فبراير كان يعني صحيحاً وصادقاً ولكن نحتاج إلى يعني تكتل جهود ويعادة نوع من تقييم الذات وليماذا أين فشلنا وأين أخطأنا وليس ذلك يعني متأخر هذه الإعداء لا يفترض أن يكون على الأقل يعني السنة الثانية الثالثة الرابعة لأننا نتحدث عن الذكرى التاسعة نعم هو الذين إشكالي يعتقد الثورة الفرنسية لبتنجح لا في خمس سنوات ولا في عشر سنوات وحدث أن تم يعني إعدام الملك وجاءت جمهورية فأقصد يعني نحن نستطيع أن نقول كي لا نطبط وإنما نعزز أن عمر الثورات ليس مرتبط بعمر زمني محدد وخاصة في إطار ثقافة السائدة يعني نحن قلنا على سبيل المثال أن اليمني يعني هناك محددات لعدم قد يثأر اليمني أو قد ينطفذ كما حدث يعني في فبراير لكن هناك أيضا مكبلات أو هناك محددات أعتقد أنا في خطاب بعض الجمالي وقلت لهم أعتقد المحدد الكات يلعب دورا سلبيا في إطار التغيير في اليمن فأعتقد يعني إن حولنا اليمن حولنا الثورات بعمر زمني محدود في إطار لم نتجاوز حتى الآن العقد من الزمن السنوات في هذا السنوات لكن علينا كما قلت أن نؤكد على أننا قد قصرنا وأن الذين تسنموا السلطة أو تسنموا الثورة لم يكونوا كيادة ثورية وإنما كانوا أحزاب متكلسة حتى في إطار اللي كان المشترك خاطبت وقلت لماذا لم يحصل نوع من التصعيد هذه القيادات المتخشبة أو القيادات السلحفائية عليها أن تكون تتحول إلى قيادات استشارية وأن يتم تطوير في إطار طالبة الأحزاب اللي كان المشترك أن تفتح نوافذها السياسية وأن يتم تصعيد أو انتخاب لشباب الشبابها الوسطية الشباب الثارة أن يتولي المسؤولية هذه إشكالية أننا ما تزال فكافة الإشكالية ليست فقط في الحاكم المستبد في إطار النظام السياسي أو في إطار رأس الدولة إشكالية الثكافة السايدة أنها ما تزال غير ديمقراطية ومستبد في إطار أحزابنا يعني تجدي الأمين العام أو الزعيم الحزب ما يزال هو الكاتب وبالتالي نحن نحتاج إلى تغيير الثكافة والثكافة تحتاج إلى نوع من تنشيط ما يسمى بزراعة ثكافة جديدة تنشيء السماعية والسياسية وسائل الإعلام أنتم تؤدون دوركم نحن كأساتذ الجامعات نؤدي دورنا في إطار جامعاتنا كل وسائل التغيير لابد أن يتب لكن أنا أعترف هنا أننا بالفعل الوضع لا يسر وأن التكالب كبير لكن ما زلت على كناعة أن اليمني ليس اتتناء عندما يحضر الفساد والاستبداد ويصل إلى مرحلة معينة لابد من حضور التغيير والثورة نعم إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد الظاهري أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني شكلكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم لأن ألتقيكم في مساء يمني الجديد كنوا برعاية الله وعود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة